السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً أعزائي طلاب الصف الأول السنوي مع مادة الكيمياء واستكمالاً لما بدأناه في الفصل الرابع من التفاعلات الكيميائية وعرفنا في نهاية الحصة عدد التأكسد ونذكر سوياً عدد التأكسد هو عدد الألكترونات التي تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها ذرة العنصر في أثناء التفاعل الكيميائي درسنا اليوم عن كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات طبعاً ومنها المركبات الأيونية اللي هي بتتشكون من شقي شق بيبقى لا فلز ولا فلز لأن معروف أن الرابط الأيونية تحدث بين الفلزات واللا فلزات تعالي نشوف خطوات كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات الأيونية خطوات كتابة الصيغ الكيميائية للمركب أو المركبات الأيونية أول خطوة عندي لكتابة الصيغ الكيميائية نكتب رمز العنصر الذي يمثل الأيون الموجب عن اليسار من الأيون الموجب من خلال الأمثلة التي تظهر أمامك على الشاشة اللي هو الألمونيوم في المركب اللي على اليسار والماغنيسيوم في المركب اللي على اليمين طيب يبقى أول حاجة بنكتب العنصر الذي يمثل الأيون الموجب عن اليسار والأيون السالب العنصر أو الأيون عديد الزرات عن اليمين والعنصر أو الأيون عديد الزرات عن اليمين متمثل فيه على اليسار الهيدروكسيد اللي هو ال-OH والكلوريد اللي هو السيئل يبقى دي أول خطوة من خطوات كتابة الصياغ الكيميائي تاني خطوة نكتب عدد التأكسد لكل من شقاي المركب فبالنسبة للمركب على اليسار الألمونيوم عندي عدد تأكسده ثلاثة والهيدروكسيد عدد تأكسد له واحد بينما الماغنيسيوم عدد تأكسد له اثنين والكلوريد عدد تأكسد له واحد ثلاثة خطوة بدل أعداد التأكسد بين شقاي المركب نبدل أعداد التأكسد بين شقاي المركب طيب دي إذا كان عندي عدد التأكسد هنا مختلف طيب لو عدد التأكسد هنا موحد يعني لكل من هما نفس التشابه يبقى بنقسم على على هذا العامل حتى نصل إلى أبسط نسبة عددية يبقى إذا نستبدل أعداد التأكسد وبعد ذلك نكتب الصيغة الكيميائية يبقى إذا بالنسبة للمركب على اليسار مجموعة الهيدروكسيد أو مجموعة أيون عديد الزرات تأخذ عدد التأكسد اللي هو ثلاثة والألمونيوم يأخذ عدد التأكسد الهيدروكسيد يبقى واحد وبالتالي تكتب الصيغة الكيميائية ALOH الكل سري ALOH الكل سري بينما المركب اللي على اليمين يأخذ الكولورايد اثنين ويأخذ الماغنيسيوم واحد لأننا هنعمل عملي إبدال لعداد التأكسد وبالتالي تكتب الصيغة الكيميائية MGCL2 يبقى إذا خطوات الصيغة الكيميائية واحد كتابة رمز العنصر الذي يمثل الأليون الموجب عن اليسار والأيون السالب عن اليمين أو أيون عديد الزر أو أيون عديد الزرات تنه خطوة نكتب عداد التأكسد لكل من الأيونات أسفلها أسفل الرمز أو أسفل الأيون ثم نعمل عملية إبدال لعداد التأكسد بين الشبقاء المركب وكتابة الصيغة الكيميائية يبقى دي ده دنا اللي هو كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات الأيونية طيب تعالى ننتقل لنقطة أخرى اللي هي تمثيل التفاعلات الكيميائية تمثيل التفاعلات الكيميائية طيب التفاعلات الكيميائية إيه عند مكوناتها؟ عند مكوناتها متفاعلات ونواتك تتكون التفاعلات الكيميائية من متفاعلات ونواتك ماذا يقصد بالمتفاعلات؟ هي المواد التي توجد عند بداية التفاعل بينما النواتج هي المواد المتكونة خلال التفاعل الكيميائي ثاني التفاعلات الكيميائية مكونة من متفاعلات نبدأ بها التفاعل ونواتك ينتقى النتجة من المتفاعلات طيب بعض الرموز المستخدمة في التفاعلات الكيميائية أو المعادلات الكيميائية عندي من خلال هذا الجدول هو علامة موجب اللي هو يفصل بين مادتين أو أكثر أنا أفعل مادة زائد مادة أخرى يبقى يفصل بين مادتين أو أكثر يبقى دلالة بعض الرموز التي توجد في المعادلات الكيميائية دلالة بعض الرموز المستخدمة في المعادلات الكيميائية منها موجب اللي هو يفصل بين مادتين أو أكثر من المتفاعلات أو النواتك سهم يفصل المتفاعلات عن النواتك ويبدأ من المتفاعلات وينتهي عند نواتك وثالث رمز اللي هو ده تدل على ان التفاعل إذا وجدت في المعادلة الكيميائية تدل على ان هذا التفاعل يحدث في التجاهين في اتجاه تكوين نواتيك أو اتجاه حلال وفيتجاه المضاد الاتجاه تكوين يعني يحدث تفاعل عكسي إذا وجد هذا الرمز في المعادلة الكيميائية طبعا زي ما عرفنا في حالات المادة S يشير إلى الحالة الصلبة جاء من سولد الليكويد اللي هو سائل G اللي هو غاز يشير A إقوص يعني محلول A Q دي تشير إلى المحلول جاء من إقوص يعني محلول دي دلالة بعض الرموزة التي تستخدم في التفاعلات الكيميائية طيب تنقسم المعادلة الكيميائية عند إما معادلة لفظية أو معادلة رمزية تنقسم المعادلة الكيميائية إما معادلة لفظية أو معادلة رمزية على سبيل المسال لو أنا خد وقول لك فاعل الألمونيوم مع البروم يبقى ها يتكون بروميد الألمونيوم تعال نشوف اللي على اللي صار هنا قلنا دي متفاعلات بينما اللي على اليمين اللي هو بروميد الألمونيوم ديه نواتج ويشير السهم من المتفاعلات إلى النواتج يبقى دي بسمها المعادلة الرمزية دي تسمى المعادلة اللي هي الرمزية تاني يبقى المعادلة الكيميائية معادلة تتكون من متفاعلات ونواتج والمتفاعلات التي يبدأ بها التفاعل بينما النواتج هي المواد الناتجة عن المواد المتفاعلة طيب تنقسم المعادلة الكيميائية عند إما معادلة لفظية اللي هو كتابة مكونات التفاعل الكيميائي كلفظية أفاعل ألمونيوم مع بروم يتكون بروميد ألمونيوم دي تسمى المعادلة اللفظية طيب بينما المعادلة الكيميائية الرمزية تترجم هذه المعادلة اللفظية إلى معادلة رمزية يعني مثلا الألمونيوم يرمز دهب الرمز L وتوضع حالة المتفاعلات والنواتج أسفل يمين العنصر أو المركب ثاني وتوضع حالة المواد المتفاعلة أو الناتجة أسفل يمين العنصر بمعنى أنا عند الألمونيوم وإنه متفاعلات ألمونيوم زائد بروم بي آر يعطي بروميدل إيه الألمونيوم نلاحظ أن فيه S جنب الألمونيوم يعني أن الألمونيوم يوجد في الحالة الصلبة زي ما أشارنا إليه في الجدول الصابع والبروم أسفله L يعني البروم يوجد في الحالة السائلة طيب كون ليه نواتج اللي هو بروميدل ألمونيوم S يعني يوجد في الحالة الناتج ده على الحالة على الصلبة ثاني من ضمن معادلات الكيميائية توضع الحالة التي يوجد عليها المتفاعلات والنوادج أسفل يمين العنصر أو المرك قلنا الألمونيوم هنا في الحالة الصلبة بينبل بروم في الحالة السائلة بروميدل ألمونيوم في الحالة S اللي هو الحالة الصلبة طبعا زي ما عرفنا مكونات المعادلة يوجد موجب بين المتفاعلات ويوجد أيضا يمكن أن يوجد موجب لأنه يمكن أن يوجد ناتج أكثر من مادة يبقى إذن يشار من السهم من المتفاعلات إلى النوادج يبقى إذن تعرفنا النهاردة إزاي إننا نكتب صيغ كيميائية وبدأنا بالمركبات الأيونية عدة خطوات يكتب العنصر الأيوني العنصر ذو الشق الموجب ناحية اليسار وذو الشق السالب ناحية اليمين يكتب أعداد التأكسد أسفل كل من شقاي المركب ثم يحدث تبادل وبالتالي نكتب المركب عرفنا المعادلة الكيميائية ودلالة بعض الرموز التي توجد في المعادلة الكيميائية قسمنا المعادلة الكيميائية إما معادلة لفظية أو رمزية وبكده ننهي حصيتنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته